لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد الجزائريون الذين صاروا عن بكرة ابيهم ضد عهد خامس البتفريقة ضد عصابة البتفريقة ضد التسيير الذي كان قائما طالبوا بالتغيير وطالبوا بمكافحة الفساد وطالبوا بمحاسبة الفاسدين كل هذه المطالب كانت مشروعة وكانت قائما بسبب كما قلت بسبب سياسة غير ناجعة وطريقة تصرف بها الذين كانوا يمثلون واجهة الحراك ضيعوا الفرصة كان من الممكن جدا أن الرئيس الذي يحكم الآن خرج من الشارع ومن الحراك الشعبي لو كان هؤلاء كانت لديهم حكمة وحنكة في التعامل مع المشهد أو على الأقل أوصل الشخص الذي يمثلهم ويعطيهم عهود هم لم يخاطبوا أحد يرفضون 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 ولا شيء الأمور الآن هذه القاترة ماشية بيهم ولا بلا بيهم هذا للأسف الشديد الذي وصلنا إليه لو أنه كانت تخذ مسار آخر يكون في حكمة ويكون في حنكة ما كانت الأمور وصلت إلى هذا الحد إذن أيها الجزائرين كما تشاهدون الذين يؤيدون دستور العرابة هذه النماذج أغلبيتهم طبلوا العصابة بينهم الذين يغرقون في الفساد عناصر من العصابة تتواجد في السجون تدعو إلى تزكية هذا الحزب فرنسا استمعوا إلى وزير الخارجية الفرنسي ماذا يقول من الجزائر الجزائر على مشارف مرحلة هامة ستمكن شعب الجزائري من التعبير في الفاتح من نوفمبر على مشروع تاديل الدستور الرئيس تابون أعرب عن طموحاته لإصلاح المؤسسات لتقوية الحكمة وإحداث التوازن بين السلطات والحريات وسيعود للجزائريين وحدهم لترجمة آمالهم التي عبروا عنها بطريقة حضارية وبكل اعتزاز وفق رؤية سياسية بمؤسسات قادرة على تجسيدها فرنسا تتمنى نجاح لهذا البلد الصديق كما لاحظتم تزكية وتمنيات أن هذا الدستور يمر إذن إخواني قد يكون موقف دولة أنك تيجي للدولة وتلقى الرئيس وكلهم وعمل يعني يقدل بعض يقول لك من الطبيعة رح يقول هذا لا الطبيعة أن لا يتكلم أصلا عن الدستور لأن الدستور هو شأن داخل جزائري الدول تعلق تقول مثلا عندما ينجح رئيس في الانتخابات تعلق وتبارك وتتمنى له التوفيق ولكن أنه تعلق على استحقاق معين وبهذه اللغة التي توحي إلى انحياز إلى تأييد هذا الدستور أعتقد بأن الرسالة واضح البعض يقول بأن هذا الوزير التقمع الرئيس التقمع الوزير الأول التقمع الوزير الخارجي كل هذه اللقاءات أثبتت لي بأن هناك توجهات إلى التأييد هذا إذا كان هذا صحيحا هذا أيضا يدين المسؤولين فأنتم استقبلتم وزير خارجية فرنسا لماذا تحدثونه عن الدستور إذا كان صحيحا الذين يقولون هذا الكلام دفاعا عن النظام هم يسئون إلى النظام إن كان هذا صحيح معناها أن هناك كارثة حقيقية تستقبل وزير خارجية ثلاث مرات في العام وهي سابقة تحدثنا عنها من قبل وبعد ذلك تحكولوا على الشأن الداخل لجزائر والدستور كأنكم تريدون أن ترضوا هذه القوى بهذا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر